في عهد المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز طيب الله ترى تم رسم مسار القيادة في المملكة العربية السعودية وعيد ترتيب بيت الحكم عندما أسس الملك الراحل هيئة البيعة التي تضمن تسلسل انتقال السلطة بكل سلاسة حيث أرخى لعهد متواصل من الاستقرار بفضل حكمته رحمه الله خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز طيب الله ترى اجتمع بالعائلة السعودية يوم العشرين من رمضان أكتوبر 2006 كان يوما مشهودا مهد لاستقرار المملكة بعيدا عن أية معوقات قد تعترض مسيرة المملكة وجاء ذلك ببصمات واضحة من الملك الراحل طيب الله ثرى نتج عنها تأسيس هيئة البيعة التي يناطبها تنظيم شؤون الحكم بين أبناء الأسرة ويرأسها أكبر أبناء المؤسس هذا النظام الأساسي للحكم أرخى لعهد متواصل من الاستقرار بفضل حكمة الملك عبد الله رحمه الله فقد كان دور هيئة البيعة اختيار الملك وولي العهد وتضم في عضويتها أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الأحياء أو أبنائهم أو أحفادهم في بعض الحالات ولكل عضو في الهيئة صوت واحد وبناء على هذا النظام فإن الهيئة تقوم على مبدأ التصويت على المرشحين لولاية العهد وتحديد فترة معينة لإجراءات اختيار ولي لولي العهد وإمكانية تأسيس مجلس مؤقت للحكم في حال شغور منصب الملك بالإضافة إلى إنشاء لجنة طبية تحدد مدى قدرة الملك وولي العهد على أداء مهام الحكم وفي عهده رحمه الله قام الملك عبد الله بن عبد العزيز بتطبيق ما خطه بيده حيث أمر بتعيين الأمير ميجرن بن عبد العزيز وليا للعهد بعد استشارة الهيئة ليتوافق بذلك القول مع الفعل الأمر الذي من شأنه دعم مؤسسات الحكم في المملكة العربية السعودية كان للملك الراحل طيب الله ثراء سباقا في مبادراته التشريعية حيث عمد إلى دعم مشاركة المرأة السعودية في الشورى برعاية كريمة منه وذلك للإسام في بناء مسيح